المجلس الأعلى للبيئة المتاركون في الاجتماع على عدد من التوصيات والقرارات الهامة التي ستسهم في تقدم العمل التنموي المراعي لأسس حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية في دول مجلس التعاون وأكد الوزراء والمسؤولون عن البيئة بدول مجلس التعاون على أهمية توحيد المواقف بين دول المجلس خلال المفاوضات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفي هذا الصدد أكد المجتمعون على دعمهم ومباركتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم الاجتماع 27 لبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفي هذا الإطار وفق المجتمعون على عقد لقاء مشترك رفيع المستوى بين دول مجلس التعاون واليابان لبحث أوجه التعاون في المجالات البيئية المختلفة كما ناقش المجتمعون عددا من المواضيع الاستراتيجية الهامة التي تشمل التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا والمملكة المتحدة واليابان